القطار الكهربائي يخفض قيمة التذاكر والاشتراكات لجميع ركاب بدءا من اليوم القطار الكهربائي اللي هو الـ LRT اللي بيمتد من محطة عدل منصور في مدينة السلام مرورا بمدينة العبور ومدينة الشرق ومدينة بدر والعاشر من رمضان لحد ما تروح به للعاصمة الإدارية الجديدة كان اشتغل من ثلاث شهور وكانت أسعار التذاكر كانت بتبدأ من 15 جنيه حتى 35 جنيه لو حضراتكم عايزين تراجعوا الفيديوهات بتاعتنا موجودة على صفحتنا على الفيسبوك وعلى يوتيوب وهقول لحضراتكم احنا قلنا ايه وقتها احنا وقتها طلعنا في عز ما الناس بتقول بعض البرامج بتقول لا أو عادي ودي تكنولوجيا جديدة وغالية وكده قلنا ووجهنا نداء وقتها لوزير النقل وللحكومة المصرية وقلنا التذاكر غالية على الناس والناس ما تقدرش تدفع ده وده فوق مستوى الناس المتوسط وفوق المتوسط بالمناسبة وحتى انا فاكر وقتها قلت طب انا اركب ليه انا مثلا وامراتي لغاية مشوار ادفع 70 جنيه وهو ممكن اركب تاكسي من تحت البيت ب70 جنيه فانا فاكر وقتها قلنا الكلام ده فبقول لحضراتكم احنا وقتها قلنا ان اسعار التذاكر غالية فالنهاردة الحكومة بتستجيب ووزارة النقل بتستجيب وغيرت اسعار التذاكر ومش بس غيرت اسعار التذاكر هقول لحضراتكم ايه اللي حصل اولا اسعار التذاكر تغيرت اللي ب15 اللي كانت ب15 جنيه بقت ب10 جنيه واللي كانت ب20 بقت ب15 واللي كانت ب20 جنيه لتسع محطات كاملة واللي كانت ب35 بقت ب20 جنيه طب وبالنسبة للاشتراكات لو حد عايز يعمل الاشتراكات بقى فيه تغفية 50% عن الاشتراك يعني لو حد كان هيدفع 500 جنيه اشتراك شهري هيدفع النهاردة 250 جنيه فالتغفضات تقريبا من 40% ل50% ده لحد الماء شوية مقبول ويخلي الدنيا تمشي وتشتغل لان احنا بنقول الصراحة الناس امتنعت عن ركوب الـ LRT او القطار الكهربائي عشان سعر التذكرة غالي ده حاجة الحاجة التانية كان فيه فكرة مش لطيفة لها فكرة انها اوصل ازاي للـ LRT وهوصل ازاي للقطار الكهربائي النهاردة هيبقى فيه هتنتشر بعض الاتوبيسات الكهربائية من وإلى القطار الكهربائي يعني حوالين المدينة يعني انا لو ساكن مثلا في العبور ففي العبور هلاقي فيه محطات بتقف عندها الاتوبيس الكهربائي السؤال هنا الاوتوبيس هيبقى ببلاش ولا بفلوس الاوتوبيس ببلاش الاوتوبيس ببلاش طب هيعملوش ازاي طب يعني هيوررهم التذكرة ولا مش هينزلوني في محطات غير القطر يعني اقديم التفصيلة الصغيرة دي مش عندي لكن تقال ان هيبقى فيه اوتوبيسات من وإلى القطار الكهربائي حوالين في المنطقة بعد ما تركب ميكروباز عشان يوديك للقل ارتيقه او القطار الكهربائي او المترو الجديد ده لا انت هتركب اوتوبيس مجانة انا بشوف ان دي حاجة كويس وبشوف ان الحكومة او ان وزارة النقل تفكر في الناس وان هي لما يبقى فيه الاسعار غالية وفوق طاقة الناس وان هي ترجع في قرارها او تتراجع عن حاجة لا التراجع ده انا بشوفه ان هو شيمة الكبار وشيمة الناس اللي بتفهم ان هو النهاردة انا لقيت فعلا الحاجة المنتج الناس مش عارفة تتعامل معها عشان غالي فرخصته دي حاجة نشكرهم عليها زي ما في الاول من ثلاث شهور قلنا لهم يا وزارة النقل الاسعار دي غالية النهاردة بنقول الى حد ما مقبول خاصة اللي هيعمل اشتراك لكن يعني اللي هيركب مرة او تنم بعشرة جنيه ممكن تمشي بصبت الاستجابة دي كانت حاجة كويسة جدا وفي الاول والاخر الخدمة دي موجهة لمين او بتتعامل لي ايه عشان الناس تركب يعني عشان الناس توصل عشان نخدم الناس لو الناس هتهم تانع عشان ده غالي وهلجأ لوسائل المواصلات العادية بقى بتاعتنا اللي هي انا شايف ان دي علاقات دي فانا عملت ايه من عندي يعني اشتركوا في القناة